أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عيد سعيد لكل امرأة جزائرية لكل امرأة عربية لكل امرأة مسلمة هذا هو الغربال اللي كنت حكيت لكم عليه إعادة تدوير للغربال ولبلارات الزجاج ذاتي نرميها الغربال هذا أنا ألقيته بالجيوار كما كتبت في المنتدى جبته رأى عندي تقريبا في 6 أشهر كنت نحوز على الفكرة اللي نديرها له ما حبيتش هذه الأفكار اللي رأي كلها موجودة موجودة عند الغربيين تعرفوا باللي الغربيين يحبوا هذا الديكور بالغربال وعندي هذا البلارات أيضا تعل الفطر ضروري تكون الغطية تاحة ذهبية مشي أنا لينسبخها ذهبية لازم تكون هي ذهبية لانا استعملت الصبغة الذهبية للآواني اللي في المطبخ لكنها كلها تزول وتحول بمرور الوقت عندي هنا القيس عن القطر تاع الغربال هو نوعا ما كبير حوالي 35 سنتيمتر وعندي هذه القطعتين تاع الخشب اللي راح لستعين بها كطابقين لحمل البلارات القطر طول تاحة 31 سنتيمتر جاية مستطيلة رغم أنها تخرج على الغربال لكن هذا لا يهم إطلاقا راح نسحبها أنا الأمام ونخليها ونحط يعني عند الجدار عن الجدار المطبخ تكون متساوية مع الغربال فقط للنحية اللي جي زيادة نخرجها للأمام يعني بالانتباه هنا وبالمتابعة راح تفهموا الكلام اللي راني نحكي فيه سأزيل هذا الأسلاك سهلة جدا لما تعرجت بريكول هذا تستعين بأخيها أو بزوجها أو أي شخص معها في المنزل يعني سهلة فقط حذاري أنا استعملت إحنا القفازات حتى أتفادى للصدق الأسلاك والسباغة أتفادى للصدق الأسلاك هنا نزحت السلك اللي كان على شكل زائد بكل سهولة الصعب في الغربال أنك تزيلين الضائرة الضائرة هي مثبتة بمسامير رقيقة رغم ذلك نزحتها لوحدي لما تقدرش تنزع هذا الدائرة تقص السلك تقص السلك هذا الشباك تقصه وما تبقى من الشباك تجيب يعني مفك وترجعه الأسلاك المتبقية بالمفك ترجعها إلى الداخل أو إلى الخارج مهم أنها تكون مستطاحة كما تكونش وقفة يعني ما رحش تجرحك هذا الشكل هذه عملية سهلة قلت أنا ما درجكي ما هاك أنا نزحت الدائرة هذه وما نرميهاش رح أستعملها لديقور آخر هنا صبحون عندي دائرتين في الفيديو هذا سأطبق الدائرة الكبيرة مع قطعتين الخشب عندي هنا سباغة تاعة أطلس البيضاء لا لك سباغة زيتية ورح ندير طبقتين من السباغة البيضاء ما نستعملوش الفرشات نستعملو اسفنجا وكان نستعملو الفرشات رح نديرنا خطوط هنا ندير قياسات وين نثبت الطابقين قياسات نحاول نجيبها أقصى ما كان تثبت فيه باش الكندير يعني البلاغي يناسبوها يكونوش بعد على الخشبة سأستعمل براغي نوعا مراقيقة اللي نقدر يعني نستعمل لها لتورنوفيس أمريكا هذاك اللي فيه العلامة فيه هو اللي رح نستعمله هنا بهذا الشكل يعني بكل سهولة ماهيش حاجة صعيبة فقط بعض الجهد حاولي تستهلكي جهدك هنا يا ليس هذا الشغل ليس حصري على الرجل فقط يومي اضافت اي امرأة قادرة تديره سنحب البريكول هكذا ثبت الطابق الأول سنضيف الطابق الثاني هناك كنت راح ندير أرجل ثبت هذا البراغي تحت لكن في الأخير مدرتهش هي كما تلاحظون مسقت لي القفز ثبت الطابق الثاني بنفس الطريقة كما قلت الجهة اللي جي في الجدار جي تماما مع الغربال والجهة اللي جت إضافية خارجة جي من الأمام جي تشوف فينا يعني جي تشوف الأمام هنا استعين بورق الزجاج اللي هو وأقوم بصنفارة الغربال هكذا كنحط السبغة عليه يتشربها وما يبقوش هذوك الحبيبات يظهروا من خلال السبغة الصنفرة مع حذاري يكون هناك مسامير ويؤذوكم العمل هذا تقريبا ياخذ وقت لأنه فيه السبغة ولازم تجف ولازم تزيد الطبقة الثانية أنا كان عندي ظروف ظروف خاصة بالعمل يعني كانت عندي طلبيات الزبونات فلهذا قاطعت عن الشغل هذا ما كملتوش بالخف أحتذر منكم والمهم أني رجحت لي وأنهيته وأنهيت الفيديو يعني أنا مرات نقوم بوضع الصور في المنتدى ونقول راح نشتغل عليهم جيني ظروف هكذا يعني تعرقل فما علينا المهم أني عند وعدي وكملت معاكم هذا الديكور وزد الديكور آخر يعني يا راك كما تلاحظون هذا هو الجزء الأول راك كاين جزء ثاني فيه تقريبا بريكور بحامل الملابس أو السنتخ هذا هو شكله هذا شكله بعد الصبغة مرتين الطبقة الأولى جفت وضفت الطبقة الثانية هنا عندي هذا المفرش البلاستيك الذهبي اللي راح يتباع وراها ميتين دينار جزائري أنا شيت واحد فقط وعندي أربع بلارات من الزجاج كما قلت خاصة بالفتر هي اللي خاصة بالفتر هي اللي يجي تقريبا الغطاء التحال الذهبي ونفس الشكل ونفس القياس ضروري يكونوا بنفس الحجم ونفس القياس وهذا كما تلاحظون شريتهم هكذا من السعر تحهم أرخيص شيتهم 180 دينار جزائري أي 18 ألف هذوك راح يكونوا الديكور للجزء الثاني نبقى مع البلارات تاعنا هذو تاع الغربال اللي راح نديرهم يحملوا للتوابل بطريقة عصرية طريقة هذه الذهبي اللي راح طونطونس راح داري جداً هي اللي راح احتمدها هنا كنت انا راح نصبخهم بالذهبي لكن كما قلت السباغة راح تحول وتزول في المطبخ تتأثر بالبخار وتتأثر بالدهون والدسم اللي تخرج من يعني من الطبخ اليومي ندير قياس التاعي ونقص السكاي هذا قادرين تغسلوا تغسلوا إذا يعني مليتوا منه تغيروا هذا مكان يعني البلارات تبقى هي هي راح يبقى معاكم هذا السكاي مدة كما تعلمون يعني الطقم طاع التوابل اللي راح يتباع في المحلات غالي جداً 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 يعني تلقى وغلب ربعة آلاف دينار جزائري أي ربعمائة تلف ربعمائة وخمسين ناف حتى ستمية تلف يعني غالي جداً أنا من لا شيء تقريباً من لا شيء قمت بي صنع هذا الديكور بلارات كانت عندي كل مرة نجمع ما نرميهمش قطعات على هذا المفرش 200 دينار جزائري الصباغة كانت عندي براغة كانت عندي يعني لم يكلفني شيئاً ثبت بعد مدرة القياسات براغة هي يعني اللسكة هنا محشي أثبك إطلاقاً بالسيليكون يثبت تماماً مع الزجاج السهل حاجة في اللسك بالسيليكون هي بلاستيك مع الزجاج يثبت جيداً حولي فقط متبينيش السيليكون أي مكان تشوفيه خارج عن الزجاج تعيدي إلساقه مرة أخرى هنا هذا هو الجزء الثاني من حامل توابل وليس حامل توابل وإنما حامل بلارات الخاصة بقهوة والسكر أنا شريت هذه البلارات كما قلت 180 دينا جزائري اللي هي 18 ألف وكانت عندي هذا النجوم النجوم الذهبية دائماً من عند مخسوري فايز ببش جراح لا أذكر سعر تحى إطلاقاً من زمان راي عندي ثقبتها بدل ما روح نشري أنا يا بلارات غالية كما لاحظتم هذا مجرد فلاش الجزء الثاني بعد يوم أو يومين إن شاء الله هنا يلي عندها فغة سودي تكتب بيه فوق هذا كما تلاحظون هذا الغيطاء السبغة الذهبية ربما هنا بعت على الكاميرا هذا الغيطاء السبغة الذهبية من ماركت باي شكله جميل هو اللي راح نديره الزيتيكات الخاصة بالتوابل كما تلاحظون راح نقصه بهذا الشكل الدائري حسب هكذا حسب شكل البلارة حيث راح نكتب عليه أو راح ننقش عليه اسم كل التوابل أو معظم التوابل اللي نستخدمها كما قلت اني عندها فغة سودي يكون جديد من الشي كما هذا تاعي يعني يكون رأس التاعها نوعا ما رقيق تقوم بكتابة اسم التوابل بالأداة الكي بأداة الكي تنقشها شغل أنها تنقشها يعني الأمر سهل جدا أنا ما راح نستعمل الفغة سودي راح نستعمل قلم عندي قلم الكي أو قلم الفويل أنا عرفتكم به عدة مرات قلم الفويل يمشي بالكهرباء أيضا لكنه لا يحرق هو فقط يقوم ب الكتابة هذا هو الشكل تاعهم درت أربعة فقط الأربعة اللي نستعملهم بكثرة فلفل زنجبيل قرفة وكركب الأمور الأخرى أنا أخفيها يعني راح نديرها في الأدراج راح يبقى لي الطبق الثانين دي فيه تاويب اللي تكون على شكل حبوب في بلارات صغيرة هنا عندي هاد اللي مولت عليه السيقاغ كلكم تعارفوهم اللي مولت عليه السيقاغ اللي جوا من المعدن ما حبيتش نسبخهم كما قلت بالسيبغة باي راح تزول غلفتهم بي هادك الأوتو كولون اللي تباع تاع ديكور الجدران خلفتهم ودرتهم سيبور أو درتهم مثل الأرجل لي ما تخليش الغربان يتحرك ناخذ القياسات وأثبت الأرجل حاولت نغلق الفتحة اللي تباع من الأمام المول ضروري وأثبتها في المكان اللي علمته بهذا الشكل أثبت الأماكن اللي ما فيهاش سبغة بزافة للغربال لا تهم لأنها تبقى تحت ما تبقاش في الخارج كلها راهي تحت بزافة ليس ضروري صبخة عدة مرات هنا عندي هذا الحزام الذهبي كلكم تعارفو حزام الألبيسة اللي راح أستعين به باش نغلف حافة الطابقين بهذا الشكل راح يثبت بسهولة بالسيليكون فقط نبقى نضغط ونسحب كل ما ضغطنا على الحزام مع السيليكون راح يثبت أكثر دير قياسات ونقص القطعتين القطعتين ضروري تسخين أدت المسدس السيليكون جيدا كل ما كان ساخن جيدا كل ما ثبتت معنا هذ الديكورات نفس الشيء طابق الثاني ابقبت لي هذا القطع من السكاي من المفرش راح أستعين بها هنا في الطابقين نعم في الطابقين اللي هي سهلة الغصل ما راح شنديلها السيليكون كل ما يعني شفتها أنها حتاجت للغصل أنزحها وأقوم بتنظيفها ثم رجحها أنا كنت راح ندير هذا الباقيت اللي ما عندهاش لاسق لكنها لم تثبت إطلاقا هذا الباقيت يستعملوها الأتراك في الصالونات القطيفة القطيفة يعني حاولت عدة مرات نستعملها في الأشغال اليدوية ما ثبتتش معي حتى وإن يعني ثبتتها مرارا ومرارا تبقى في المكان يعني حتى وحد ما يلمسها كي نرجع لها نلقاها تناثرت وانتازعت يعني هذه خاصة بالقطيفة فقط هي باقيت من نوع الرقيق وما فيهاش غيراء هذا ما استعملتهاش في حواف الغربال رغم ذلك شكله أنيق جدا كما تلاحظون الفوق مكان لثلاثة البلارات الصغيرة اللي راح ندير فيها الحبوب أو التوابل على شكل حبوب مش مطحونة شكل جميل جدا أنا لم أقم بعد بي تحضيرات رمضان لتنظيف المطبخ بعد مدة ستلاحظون الفرق إذا أعجبكم الفيديو ما تنسونيش بالبرتاج وترك تعليق وأراءكم مرحبا بيها دائما إلى اللقاء